ونحن بعد ونحن بعد حسمه النتائج في ولايتين ميتشيغان وويسكنسن لصالحه في حين تبقى فرصة فوزه في ولايتين نيفادا وأريزونا أو أحدهما حتى فجر الخميس بتوقيت واشنطن هذا ما تظهر نتائج الفرز الأولي تقدم ترومب في كل من جورجيا ونورث كارولاينا وتقدما في ولاية بينسلفينيا التي تشهد منافسة شديدة بين المرشحين حيث من المتوقع أن لا تعلن نتائجها الرسمية حتى صباح الجمعة موسيقى